موسيقى نحتاجه 4 ديال البيضات نصف معلقة صغيرة اللي بزعر الملح شوية ديال الزعتر ثلاثة ديال فخوماج كنخلطوهم مزيان كنزيدو عليهم ثلاثة ديال الخمارات جوج ديال كاس ونص ديال بقيق البيض بطبيعة الحال يكون مغربل نصف كاس ديال الزيت وكنخلطو هادشي كامل ثم كنضيفو عليهم واحد ديال كاس ديال ياغورت يكون مصوس هادا والكيك ديالنا او الخالط ديال البيتزا ديالنا اللي كنشدوه كنخلطوهم مزيان كيجينا بحل يعني الأجينة ديال الكيك غيكتون أتقل شوية كناخدو المول العاجيب كينا الصورة ديال ونزلنا لكم على صفحة رسمية البرنامج أسره السيخ شادا يفهم كندهنو شوية ديال الزبدة وكرشوب شوية ديال دقيق وكنسوفو في شوية ديال فخوماج يعني باشا كاك يعطي منظر وكنصبو في الخالط ديالنا فهو كيجي قصح شويش وكندخلو هادشي كامل فره اللي كيكون العافية ديالو مهيلة حتى كيوجد لنا الكيك ديالنا مبعد في احنا كامشيو كنصيبو الحشوة ديالنا كنحتاجو فيها رابعة ديال كفتا ديال لدند نحتاجو بصيلة محكوكا جوج دروس ديال التومة طبيعة الحال محكوكين القزبور والمادنوس مقردين شوية ديال الملح شوية ديال البزار الخرقوم والزيت وتنشحروا الكل بصيلة محكوكا جوج دروس ديال التومة محكوكين القزبور والمادنوس مقردين شوية ديال الملح اللي بزار الخرقوم والزيت وتنشحروا المسائل ديالنا مبعد كناخدو بصلا جوج البصيلات كنقطعو مسيور يعني انهم كيكونوا شوية طوال وكنشحروهم بوحديتهم يك مبعد كناخدو ثلاثة ديال المطيشات اللي كنقطعو مربعات وكنعملوهم مع شوية ديال الملح شوية ديال البزار وشوية ديال الزيت يعني كنطيحوهم مزيين وبعد كنضيفو عليهم مع القصغيرة ديال التماطب المركزة ونصف كاس ديال المتقريبا وكنخليهم يعني كننشحرهم مزيين ثم كنضربوهم في الخلاط مع الفروماج ديال السندويتش هالاسوس ديالنا وجدات يعني مني كنخلطوها بحركة كنقدرنا عاودو نردوها كتختلنا شوية في الكاسرول مني كتوجد كان نحتاجو كده الكمية ديال كاشر وكمية مزيتو الأسود مقطع لكيك ديالنا كيكون طاب كان نخرجوه كان قلبوه كان تبقنا ديال البلاصة الغارقة وكيبقنا دوك الجناب يك كان نديرو وكاندلو ديال كلاسوس ديال المطيشة كان ديزو عليها مباد الحشوية ديال الكفتاء الزيتون كاشر وفروماج محكوك وكاندخلوها ردوها الفران باش أنا هاكا تعطينا واحد شوية ديال المنيضر يعني أنا كتتحمر شوية تنخرجوها كان نزينوها بالخطوط ديال المايوناز والخطوط ديال الكيتشوب وكانقدموها بالصحة والراحة هدا هو الوصفة اللي أعطتنا أمينة الكيتشوب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة